تستضيف مصر مؤتمر المناخ في شهر نوفمبر المقبل لذلك تبذل الحكومة جهودا كبيرة لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى أول مدينة سياحية خضراء بمصر وفي هذا الإطار يتم التوسع لاستخدام أنظمة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال تنفيذ محطات طاقة شمسية بمطار وفنادق شرم الشيخ استعدادا لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ نوفمبر المقبل وفي إطار التوسع لاستخدام أنظمة الطاقة الجديدة والمتجددة تم التوقيع على بروتوكول تعاون لتنفيذ محطات طاقة شمسية بمطار وفنادق شرم الشيخ خطوة تستهدف تقليل تكلفة الكهرباء للمنشآت الفندقية بالتعاون بين وزارات البيئة والتجارة والصناعة والطيران المدني والسياحة والآثار اتفقنا على وضع آلية لمساعدة الفنادق التي تتحول للطاقة الجديدة والمتجددة وذلك من خلال وجود الشركات اللي بتقدر أن هي تضع الألواح الشمسية على الفندق سواء جزء منه أو كله اتنين دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم معالي وزير الكهرباء أن احنا بنوصل لغاية ألف ميجا على الشبكة توصيلها بدون تكلفة دعم وزارة التجارة والصناعة من خلال مركز تحديث الصناعة ابتدنا بعقد ورشة عمل تم عقدها في شرم الشيخ في 12 فبراير وكان الغرض منها مشاركة أصحاب الفنادق بحيث أن احنا نتيح لهم خدمة التحول لإستخدام الطاقة النظيفة وخاصة الطاقة الشمسية وده تم من خلال التعاون مع مركز تحديث الصناعة لأن لديه البرامج المتخصصة والدعم الفني لقدر أنه يقدمه لأصحاب هذه الفنادق علشان نبتجي نشتغل معاهم لتحويل الطاقة عندهم الطاقة المستخدمة لإستخدام الطاقة الشمسية اتفاقيات تعاون تأتي نتاج ورشة عمل عقدت مؤخرا تحت عنوان معا لنشر محطات الطاقة الشمسية الصغيرة والتي عقدت بشرم الشيخ وتتضمن الاتفاقيات الجديدة وجود عدد من المحطات بمطار شرم الشيخ بطاقة ثلاثة آلاف كيلو وات أمام صالة الوصول بالإضافة لأربعة ونصف ميجا وات بتسعة فنادق تعاقده مع الشركة المنفذة من إجمالي خمسة عشر فندقا احنا شغالين كوزارة التيران مع وزارة البيئة ومع وزارة الخارجية في الاستعدادات لوصول الوفود إن شاء الله أو الديوف ما حدث اليوم هو تطور ممتاز بدأناه منذ أسابيع إن الهدف من البروتوكول هو تعميم فكرة العمل بتقنية الطاقة الشمسية ولدينا النية أن تكون البداية بشرم الشيخ لتعمل بأقل قدر من الطاقة التقليدية قبل وأثناء قمة المناخ إننا نعمل على كل شيء ممكن لدعم مصر في تحضيرها لقمة المناخ وما حدث اليوم مثال لكيفية التحضير للمؤتمر بمدينة شرم الشيخ ونتطلع لدعم مصر بشكل أكبر لهذا الحدث الهام تعاون كبير بين مؤسسات الدولة المختلفة لإظهار مصر بالصورة التي تستحقها بناء على توجهات القيادة السياسية في استخدام الطاقة النظيفة والتحضر للأخضر واستعدادا لقمة المناخ كوب 27 محمود جميل التلفزيون المصري